وصف المستشار في مجلس محافظة البصرة على البدران وزارة الموارد المائية باتباع سياسة ديكتاتورية لأنها لا تشرك مجلس محافظة البصرة في عمليات الاتصال مع الجارة إيران والتنسيق معها لاحتواء أزمة السيول القادمة من أراضيها للعراق وزارة الموارد المائية تعتبر أحد الوزارات السيادية حسب النظام الحكومي الموجود هنا لا صلاحيات للمحافظة أو الحكومة المحلية على وزارة الموارد المائية أو دوائرها الفرعية وثاني شيء بالعكس أكثر من مرة كنا نريد النسق مع الجارة إيران وخصوصا مع المحافظة خوزستان التي هي محاددة للبصرة لكن وزارة الموارد المائية وهذه موجودة بالكتب الرسمية من سنوات ترفض أي تنسيق بيننا مباشر بيننا وبين أي جهة ثانية يعني وتقول هذا العمل هذا عملنا وزائد عمل وزارة الخارجية هذا أعتقد إحنا لو الأمر بيدنا لا بالعكس يعني إحنا نقدر أنه ندير الأمور أفضل وحتى مدير الموارد المائية ما إلى أي صلاحية يتصل أو يتواصل أعتقد يعني الصورانة حتى ما مسموح لأنه يعني يحضر أو يلتقون به أي قناة فضائية يعني إحنا خلينا نكون اليوم بصراحة خلنا نتحدث يعني أي مسؤول بالموارد المائية ما مسموح له لا يصرح في وسائل الإعلام ولا حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك العمل وزارة الموارد المائية للأسف تتحكم يعني حتى تتصرف ببيروقراطية أو خنسميها يعني للمصالحات اللي إحنا نفهمها إنه في ديكتاتورية